موسيقى بعد الستة صعبان علي عمر هاريدي مصر كلها تكلمت ومصر كلها قالت اللي قالته احنا لنا رأي مختلف والرأي المختلف احيانا ممكن بنظرة توجع اللي قدامك احيانا ممكن بكلمة توجع اللي قدامك سبحان الله بعد كلامه اكيد صعبان علي بعد الستة اكيد لكن انا هعمل لكم ربط جميل قوي عشان نخلص الكلام اللي انتوا شفتوا والناس كلها قالت على فكرة انا ضد اي حد هجمه وضد اي حد انتقده بالمناسبة وضد اي حد قاله كلام ما يصحش عارفين ليه بيقولك فيه رأي متطرف ولا بلاش متطرف دي عشان احنا بنفهم في القانون شويتين فيه رأي متشدد فالرأي المتشدد زي الجامعات الاسلامية كده فييجي يقولك الرجل خلاص عنده ثقافة ارهاب 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 ما ده من نوع من اللي انتوا شفتوه نوع من انواع الارهاب قبل المباراة اللي ينزل الكلام الصبح على الفيسبوك عنده فلما تيجي تعالجه وتشتمه حيرهبك اكتر بعدها بيوم بيومين ثلاثة احنا ما بنخافش لكن انا بقولكو بعمل ربط فكروا معايا بلوروا الكلام كده جوا دمخوا كالعادة زي ما بقول لحضراتكم وشوفوا كلامنا مظبوط ولا لا فاللي زي ده ما تخشش معاه في اللي انت تهجمه وتشتمه اللي يجي يقولك بس خلينا اكمل الربط الاول اللي هو فكرة مش عارف الاهل فيه ايه والحكام والقيم والمبادئ ومش عارف ايه وتسمع امور كتير جدا اللي زي ده اللي فكره متشدد وقفل على نفسه يا حرام ما تهجمهوش لان لما تهجمه هو هيبقى فرحام بده وهيعمل تاني لكن اللي زي ده عارف تعمله ايه عارفين اللي علاج ايه تجيبوا تدخلوه النادي الاهل وتقعدوا قدام تمثال صالح سليم وتقعد تصوروا قدام تمثال صالح سليم تدخلوا عند الفريق مرتاجي والتمثال بقى تصوروا تدخلوا على دولاب البطولات وتقعد تشرح له بقى بالراحة البطولة دي لما الاهلي غابت سنتين ما قالش ولا سحرة ولا شعوازة اشتغلت البطولة دي اسمها ايه تروح جاي قايله دي بتقوله افريقيا كان النجوم فلان وفلان وفلان وبعد كده تروح جاي تجيب له الدرع نادي القارن تقوله ده اللي استلم والمايسترو اللي انت تصورت معامل شوية فلما تصورت معامل شوية هو راح استلم عشان كان فيه تخطيط كان فيه نزام النادي عندنا نادر جدا لما ترفع اواضي على بعض ولا نحارب مجلس عشان يبقى منحل فتعيشه في اللي هو عاش فيته لعمره يلاقي حاجة مختلفة وتقعد تفهمه بالراحة لان العقليات دي فهمة تلات اربع حاجات اسمعوني وصدقون وما ده الفكر المتشدد بلاش المتطرب ظلم تحكيم الحكام السبب شحر وشعوازة نادي القارن مفيش مبادئ ولا قيم مش هتخرج الاربع حاجات من دول مع كل واحد بالفكر المتشدد ده فانت تعالجوا بإيه تفهموا يبقى انتم مشيتوا على الخطوات اللي انا قلتها فبعدا ما تشرح له بالراحة وتقعدوا قدام دولاب البطولات وتصوروا مع نمازج النمازج المحترمة المشرفة الرموز الكبيرة تروح مفهمه بالعقل وتقوله الاهلي دايما يا حبيبي سابق بمئة الف خطوة تعالى اشرح لك لما اتعمل الجروب جوه الاهلي اتعمل عشان واحد اتنين تلاتة بص بيسفروا على الفريق ازاي فكان الاهلي سابق بخطوة تعالى نقولك النادي الاهلي لما بيخطط على المستوى الاداري الشغل والعمل الجماعي هو ترس فتشرح له تشرح له لما يبقى فيه فرقة كورة ما يبقاش فيه حاجة اسمها فيه تسلسل كابتل الفرقة يكلم مدير الكورة ومدير الكورة يكلم لجنة الكورة ولجنة الكورة تروح تعرض على مجلس الادارة تفهمه اللي فيه سيستم فيه حيقعد حيتخد مش حيصدق نفسه لان الحاجات دي هو ما بيشوفهاش طيب هتقوله على مستوى القناة النادي الاهلي سابق بمئة الف خطوة قبل الجميع عنده قناة لما تجي تقوله السيستم بتاع التذاكر وهكذا مش عايزة تدخل لانه عاف كيمة نادية لكن تخش تشتمه غلط فكره هيبقى متشدد بلاش متطرف اكتر لكن تجيبه بالراحة كده عارفين بعد لما يقول الكلام ده لماتش يخلط ستة فانت لما تعمل معاه وتوريره الحاجات اللي انا قلتلك عليه وتكلمه بالمنتهى العقل والهدوء مش بيقولك انا باخد بقى للتفكير الجهادي اللي بيقعد يدمر وارهاب وده نفس الفكر يعمل ارهاب ما بين الجماهير ويخلي فيه نفوس ضعيفة وفيها غضب وفيها وما فيهاش روحة رياضية وفيها غباء وكراهية الكلام ده بيعمل ده فلما تجيبه وتفاهمه الكلام ده كله هتلاقيه ماشي بقوا ده مفتوح حد كده مش ميصدق نفسه حس اللي هو في حلم والله بجد من غير ما تضايقوا نفسوكم من غير ما تتعبوا نفسوكم لان هو سبحان الله ربنا عقبه وهو رقم ستة متعقد منه فبقت ستة النجم وهو طبعا عنده ذاكرة سيئة جوا دماغه فبالتالي نمت عقبه فمن هنا فمن هنا فمن هنا تاني الفكر المتطرف لما تهجمه وما تفاهموش بالعقل او الفكر المتشدد لما تهجمه وتقعد تشتمه وتقعد تقوله كلام صعب جدا انت كده هتخليه تطرف تاني وتلاقي الماتش اللي جاي عاملك الصبح هيقولك كنت ماشي من عند الاستاد فقابلت كابتن سيد عبدالحفيز بيواقف مع خمسة ستة وفجأة طلع له حسام البدري هتسمع من الكلام ده كتاب مش عايز بقى اقول كلام ما ينفعش بقى ديون هتلاقيه النوعية دي تعمل كده فبالتالي حضرتك ادعوه في النادي الاهلي والله ما بهرج انا بكلمكم بجد وادعوه خدواه الحاجات قولوله بص الشكل بص النظام عندنا بص ندينا عامل ازاي بص اللي احنا ما عندناش حد بيتدخل بص ما عندناش الكلام اللي انت عاشت فيه سنين طويلة وبالتالي لما تكلمه بالعقل عيشوف الاختلاف ولما يشوف الاختلاف هو حيمشي مبهور مش هيصدق نفسه فبدل ما هيكتب قبل ماتش لو داد حاجة هيكتب كده اعتذر للنادي الاهلي العظيم صاحب المبادئ والقيم والنظام والالتزام مش حتى اسمعوه يقولك ولا جماهير ولا حكام ولا نادي الكارن ولا الكلام ده كل فانتو تعالجوا الكلام ده بالعقل وبالاحترام وبالهدوء بلاش نشتمه بلاش نزعقله بلاش نمسك له الخرزانة بلاش نمده على رجليه خلينا نقوله الكلام ده بالعقل وانا متأكد من اليوم فيلمية المتشدد واللي فكره بالتفكير ده واللي عايش في الفكر ده لما تكلمه بالتاريخ وتحكيله تاريخ نديك ومين رؤساء الاندية وعملوا ايه والقرارات والتعامل ازاي مع المسؤولين في الدولة والتعامل ازاي مع مؤسسات الدولة صدقوني هيخرج مبهور مش هيصدق نفسه وهتلاقوه لهو مش عضو وتاني يوم بيشترك في النادي الاهلي ويعمل عضوية وما تستبعدوش كمان يلبس تشيرت النادي الاهلي ويتلاقو اعد في المدرج بيشجع ترجمة نانسي قنقر